بسم الله الرحمن الرحيم كما نحن نحمل غيرنا من الناس ونأتي بهم إلى هذه المقبرة ثم ندفنهم في هذا المكان انظر يا رعاك الله انظر إلى مكانك الترام هو فراشك الترام هو فراشك وهو غطاءك هذا المكان الذي ستوبع فيه وسوبع أنا فيه لكن يا ترى ما هو الحال ما هو المصير في هذا المكان الذي تراه الآن أمامك هذا المكان ستوبع فيه وستلحد هذا المكان هو مكانك مكان ضيق هذا المكان إما أرضتم من رياض الجنة وإما أحفرتم من حفر الإيران أخي الغالي ربما تعيش في بيتك في التصور وتلك الدور العظيمة الفاخرة ومع ذلك تشعر بضيء وتشعر بهم وتشعر بأمور تجعل حياتك كلها نكد ولكن في هذا المكان يا الله ما هذا المكان هذه الحفرة أليسك عملك إما الصالح وإما غير ذلك في هذا المكان الدود يأتيك فيأكل جسدك ذلك الجسد ربما كان جميلا ولكن هيهات هيهات إما نعيم وإما جحيم فأعمل لنفسك تعمل لنفسك في هذا المكان الذي والله لن تستطيع عليه إلا إذا كنت صاحب خوف من الله وأمل صالح قدمته لهذه الحفرة سبحان الله ربما لا تستطيع أن تنام في أفخر الأماكن فكيف بهذا المكان الذي أسأل الله لي ونكس الخدام تب إلى الله ارجع عنده قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه هل تستطيع أن تعيش في بيت ضيق والله ما تستطيع فكيف بهذه الحفرة أنصح نفسي وإياك بالرجوع إلى الله بالندم بالتوبة والاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أسأل الله أن يغفر لي ولكم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم على نبيه محمد والحمد لله رب العالمين